العاصمة البيان العام نحن ممثلي وممثلات الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني الموقعين أدنى والمشاركين في المؤتمر الوطني للحوار الملتئم بمتبادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 16 اكتوبر 2012 بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة بحضور السادة محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية مصطف بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي عمادي جبالي رئيس الحكومة وتحت شعار الحوار الوطني دعام للوحدة الوطنية شعورا منها بدقة المرحلة التي تمر بها بلادنا والتي تتسم بتعطل الحوار بين مختلف مكونات المجتمعين السياسي والمدني وأمام حالة الاحتقان والتوتر التي تعيشها البلاد ومختلف الفئات مما يضعف رسيد الثقة لدى التونسيات والتونسيين والذين ما يزالون يحلمون بمستقبل واعد بالحياة الكريمة والمواطنة المسؤولة في ظل جمهورية مدنية تسودها الحرية والديمقراطية وتحقق العدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية وتجاوبا مع مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل بالدعوة إلى مؤتمر وطني للحوار يجمع الفرقاء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني من منظمات وجمعيات من أجل تشخيص المشاكل التي تجابه بلادنا اليوم ولسياغة التوافقات الكبرى بشأن المستلزمات الضرورية لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية وما تقتضيه من شراكة وطنية حقيقة بعيدا عن الانفراد بالاتخاذ القرارات المصيرية وتخفيفا لحدة الاحتقان ولضبط الأولويات والبحث المشترك في كيفية تقاسم الأعباء في إطار عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع بمختلف مكوناتها فأننا نحن المشاركين في المؤتمر نسجل إيجابية مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل وما لقيته من استحسان دال وتأييد بناء وتأييد بناء من قبل أغلب مكونات المشهد السياسي والمدني في تونس نسجل بكل ارتياح الحضور المكثف للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وجماعيات المجتمع المدني ونقدر فيها عالياً روح المسئولية والتمسك بالحوار كخيار استراتيجي لا محيد عنه لسياغة التوافقات الضرورية لإدارة المرحلة الانتقالية التي تعيشها بلادنا ثلاثة نعبر عن أسفاً لتخلف حزبي النهضة والمؤتمر من أجل جمهورية عن تلبية الدعوة لحضور هذا المؤتمر بالرغم من إقرارهما علنا بضرورة توسيع الحواري بحثاً عن التوافق مع مختلف الأطراف الوطنية داخل المجلس الوطني التأسيسي وخارجه وحرصاً منه على أهمية التوافق الوطني وتجسير التواصل بين مكونات الكل السياسي والمدني فأننا نعلن عن ترك الدعوة مفتوحة أمام الجميع للانتحاق بالمؤتمر الوطني للحوار لاقتناعنا بأن الحوار يمثل السبيل الوحيد لمعالجة القضايا الخلافية بتوحيد صفوفنا أمام التحديات المشتركة وفي مقدمتها مدنيت الدولة واستحقاقات للانتقال الديمقراطي والتنمية المستدامة والمتوازنة بما يحقق الملائمة بين المردودية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية أربعة نشدد على ضرورة التوصل في أقرب الأجال إلى التوافقات التي نعتقد أنها تكتسي طابعاً عاجلاً والتي تهم بالخصوص أولاً الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التوافق حول القانون المحدث للهيئة العمل على أن تلق الهيئة في أشغالها على أن لا يتجاوز ذلك الأول من ديسمبر سنة 2012 ثنين سن الدستور نسجل بإيجابية التقدم الحاصل في فضل بعض القضايا الخلافية حول صياغة الدستور بما يمكن من تسريع وطيرة إنجازه والانتهاء من كتابته في مطلع السنة القادمة مع التأكيد على ضرورة تضمينه مرجعية المنظومة الكونية لحقوق الإنسان ثلاثاً القانون الانتخابي نؤكد على أهمية التوافق على قانون انتخابي يسمح بتمثيلية حقيقية لمختلف الحساسيات السياسية أربعة النظام السياسي نسجل إيجابية إقرار الجميع بضرورة اعتماد نظام يمكن التونسيين والتونسيات من انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة عبر الاقتراع العام با نسي بتكثيف الحوار وتعميق التشاور للتوصل إلى التوافق حول توزيع الاختصاص بين مكوناي السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بما يؤمن تحقيق التوازن بين السلطات أربعة الرزنام الانتخابية نسجل أن موعد 23 جوال مقترح لإجراء الانتخابات غير ملائم لنمط حياة المجتمع التونسي بسبب ضغوطات عديدة من أبرزها إنجاز الامتحانات الوطنية با ضرورة الفصل بين تاريخ تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية تتعارض ذلك مع المعايير الدولية المتعارفة عليها على أن يتم تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات التشريعية جيم الأخذ بعين الاعتبار حاجة التونسيين والتونسيات إلى اختصار المدى الانتقالية والمرور للانتخابات في أقرب الأجال قصد تمأنة الشعب التونسي على مستقبله في الأمن والاستقرار الدائمين مع تأكيدنا على أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي التي تضبط الرزنامة الرسمية ونشدد في هذا السياق على أهمية تحقيق التوافق في أحداث الهيئات التالية في أجل لا يتجاوز شهر ديسمبر من سنة 2012 وهي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للأعلام والهيئة الوقتية المستقلة للقضاء بما يكرس استقلالية هذه الآيات ويضمن حياديتها حتى تحقق النجاعة المرجوة منها خمسة المناخ العام نؤكد على ضرورة احترام علوية القانون وتحييد الإدارة لتأمين نجاح الانتخابات القادمة ضمان لنجاح مشروع الانتقال الديمقراطي با التسريع بإرسام منظومة العدالة الانتقالية جيم العمل على دفع مصار التنمية بالمناطق الداخلية ومعالجة ترد الوضع الاجتماعي بها دل إطلاق صراح كافة المعتقلين بسبب آرائهم أو احتجاجاتهم الاجتماعية وإيقاف التتبعات ضدهم كما نؤكد على أهمية الانكباب على إيجاد توافقات بشأن المشاكل التي نجابهها اليوم وفي مقدمتها ملف شهداء وجرح الثورة والتشغيل والتنمية الجهوية وضبط أولويات بشأنها والبحث المشترك في كيفية تقاسم الأدوار لإيجاد حلول لها من أجل إعادة الثقة والحفاظ على التماسك بين مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية في إطار عقد اجتماعي جديد نؤكد الأهمية القصوى لمتابعة ما سيترتب عن أعمال المؤتمر الوطني للحوار من توصيات وتوافقات عبر وضع آلية تنسيق ومتابعة تنكب على بلورة مواقفها وتصوراتها في أجر لا يتجاوز بداية شهر ديسمبر وعرضها على أنظار المجلس الوطن التأسيسي ونقترح في هذا الصدد أن يتم ذلك بالموافقة على بعث مجلس وطني للحوار يجتمع وفق رزنامة مضبوطة للتداول بشأن المسائل الخلافية وتبادل وجهات النظر بخصوص مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والإنمائية بغاية التوصل إلى توافقات ترجمة نانسي قنقر